وإلى تفاصيل فقط قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مصر حققت أعلى معدل نمو السنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة الثالثة من الإسبوع العربي للتنمية المستدامة أن جهود الإسرع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك في إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة ولمزيد من التحليل تنضم إلينا في ألوستوديو الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة سماء سليمان دكتور سماء أهلا بك معنا اليوم أهلا بك أستاذ أمل دكتور سماء يمكن كلمة الوزيرة التي تحدثت فيها عن أن مصر حققت أعلى معدلات نمو ويعني أعطتنا أرقام لابد أن نفند هذه الأرقام وأيضا نقطة هامة وأن الجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين بدليل أنها توفر هذه المنصات وهي انعقاد النسخة الثالثة من الإسبوع العربي للتنمية المستدامة كيف رأيتي هذه الفعالية اليوم؟ الحقيقة أنا بربط هذه الفعالية بالإطار اللي وضعته الأمم المتحدة وهي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحقيقة أن كل الدول بما فيها مصر يعني هتكلم عن مصر خاصة مصر تربط برنامج الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة فبالتالي لديها مؤشرات بتشتغل على أساسها وفي نفس الوقت هي بتحاول أن هي تشجع الدول العربية أن هما يشتغلوا على نفس المنوان أن هما يحققوا أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وده ما فيه الشك هيصب في صالح تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبين الدول العربية يمكن مصر نجحت بالفعل في تحقيق هذه الأهداف وده من المؤشرات التي ظهرت عندنا أن بالفعل حصل زيادة في معدل النمو الاقتصادي في مصر من عشر سنوات وصل لخمسة وستة من عشرة وأنا على ثقة في أن مصر هتستمر في هذا النجاح لحد ما توصل في نهاية هذا العام لخمسة وتسعة من عشرة فيما يخص الالتزام السياسي كيف ترين نقطة تفعيل هذا التزام السياسي؟ الحقيقة أنه ما فيهش اتفاقية بتتم ما فيهش أي فعاليات بتتم ما بين الدول العربية إلا بوجود التزام سياسي بدون هذا الالتزام ما بتتحقق أي شيء ويمكن ده اللي عطلنا في الفترة الأخيرة وكواس جدا أن سيد الرئيس لفت الانتباه لي لأنها عامل مهم جدا لتسريع وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ما بين الدول العربية